مساعدات عسكرية مصرية تصل إلى الصومال وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود مستهلة تنفيذ بروتوكول عسكري وقع بين البلدين قبل أسابيع بروتوكول أتى عقب توقيع إقليم أرض الصومال الانفصالي مذكرة تفاهم في يناير الفائت مع إثيوبيا وذلك الإقليم هو محمية بريطانية سابقة كان قد أعلن عن استقلاله في العام 1991 إلا أن المجتمع الدولي رفض الاعتراف به مذكرة التفاهم التي وقعها الإقليم مع إثيوبيا منحت أديسة بابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلو مترا من أراضي الصومال لمدة 50 عاما هنا رفضت كل من مصر والصومال بشدة ذلك الإجراء وكان اجتماع عربي طارئ قد دانت تفاقية الإقليم مع إثيوبيا وتضامن مع الموقف الصومالي الذي وصفها بالباطلة وغير المقبولة وفي رسالة رد غير مباشر كان البروتوكول العسكري الصومالي المصري فالصومال مهم لمصر لكونه يلعب دورا كبيرا بالملاحة في البحر الأحمر لموقعه قرب مضيق باب المندب بوابة البحر الأحمر وهو ما يؤكد الأهمية الجيوسياسية بالنسبة للقاهرة لكن بعدما دخل البروتوكول حيز التنفيذ العملي في الساعات الماضية عقب هبوط طائرتين حربيتين مصريتين في الصومال من المرجح أن يتعمق التوتر بين مصر والصومال من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى توتر يزيد إذن شدته خلاف قديم جديد مع مصر بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخمة